اشتركوا في القناة دمع بتروجيت طلع معاهم لدورة درجة الاولى الاهلي حاب يجيبوا تاني والزمالك حاب يجيبوا تاني رغم حبه الشديد للزمالك وتصريحه بذلك الا ان النادي الاهلي هو اللي خطفه في الاخر ليه؟ هنعرف بعد شوية بعدين النادي الاهلي لما خده كان طريق جزء ايامها كان بياخد جميع لعبة مصر يحطهم في النادي الاهلي اللي بيلعب يلعب اللي مايلعبش يقعدوا جنبه الراجل زال ما بيلعبش لما جي كابتن حسين البدري قال له قضي عم حسين ولا عبك قال له لا انا عايز امشي راح الجونة بعد الجونة يا فاند انطلع على امبي خد معهم كاس مصر في 2011 بعدها طلع على حرس الحدود ثم قال له الكرة كفاية كده شبحت منك كابتن حسين انا كده غلطت في حاجة في التاريخ الجمع دي ازاك يا حضر لساك عملي اخبرك يمنورني مشرفك ربنا خليك اسمح لي ابدأ معاك بالثؤال الاكثر جدلية تمام انت روحت الاهلي ليه؟ طبعا بتحب الزمالك والله يعني النادي الاهلي ساعيتها كان يعني مادية مستقر النادي الزمالك كان فيه مشاكل من ناحية النادية من ناحية الادارية فانا حبيت ان اروح للنادي اللي فيه استقرار اي واحد بيشوف في شغله بيحب دايما يبقى فيه استقرار عشان يعني الاستقرار ده بيقدي للنجاح تمام طب تسمح لي اكون رخم شوية معلش انقاسف بعد اذنك تحت امرك انا قيل ان فيه مدون الزكري اسامي ان احد الاشخاص مرضى على حضلك على ورق عفية سوري في الكلمة زي شكات او وصولات امانة انك لازم تروح للأهلي وكان يقضيك بها لو مرحتش للأهلي كلم ده حصل او لا شيء عالي لا العكس يعني كان حصل موضوع كده في نادي الزمالك ان كان فيه اداري من غير ذكر اسماء طبعا مش هزين اسامي اه كنت بمضي للعود للزمالك على فكه انا مضيك للزمالك الاول تمام اه ففي وسط الورق حط وصولات امانة اه وانا بمضي مع كابتن حازم امام كبير تمام اه فطبعا ما خدتش بالي يعني كنت لسه صغير ما خدتش بالي من الموضوع الممكن حركة زي دي كنت تتعامل تمام فبعد كده اما الاهلي دخف الموضوع يعني القصة دي بقى بانت نعرفتها تمام لهم هددوني بيها وكده فانا رفضت الموضوع ده نهائي تمام يا فاند فبرضو من احد اسباب برضو اللي انا روحت النادي الاهي لا من حقك طبعا موقف طبعا زي ده طبعا يداي بسبب الزمالك الاهلي عملوه لا لا طبعا موقف ده مفاش فصال طيب حضرتك اه يعني فوق جالة كده رأيك ايه بالامانة في احداث الزمالك اللي بتحصل دلوقتي السؤال بقى الاقوى على الساحة والله طبعا يعني دايما ما يكونش في يعني دايما ما فيش استقرار في الادارة تحس ان يعني دايما بيقدي لتخبط في القرارات يعني ما ينفعش برضو يعني النهاردة مثلا تقريبا فيه ماتش ساعة سبعة ومص وفيه مدرب جاي الصبح يا فاندم وماتش الترجي يا فاندم بعد دربة خمس ايام وماتش الترجي بعد دربة خمس ايام يعني حتى اسف في الكلمة وكسب حتى الماتش صدفة وبعد ما احترامي حضرتك اللعيب انا الوقت اسمع كلام المدرب ازاي يعني هو ماشي بعد الماتش يا فاندم داخل مشكلة بعد اذن معاليك كمان كانوا بيقولوا الباتشي كنت لو ما كسبتش ماتش السراميكو كرباترا انت ماشي طب اكيد مش هيكسبوا بالمنظر ده طيب حضرتك يا فاندم طيب لو يعني حضرتك ما كملتش ليه مع الكابتون حسان تبدل رغم ان عرف ان حضرتك بتحبه ما كملتش ليه معاه بص يعني انا اي انا يعني نادي الاهلي انا رحت في عز يعني ايه كنت واخد احسن دفندر في مصر 2008 تمام فانا ما يعني خلاص قفلت من المكان يعني لما رحت هناك وما لعبتش سنة يقى هو كان فيه سياسة ان هما بياخدوا اللعيبة كويسة يعطو على الدكة تمام يعني ما كان كان ساعة 8 جزيه بالزبط محتمد على 12-13 لعيب بس واي لعيب حلو في مصر ياخدوا يقعدوا عنه ياه ياخدوا يقعدوا عنه بفلوس مش مشكلة معلش بس السنة برضو زي ما الكوب نفسي شويتين وعلى فكرة والاهلي فعلا كان هو اللابين الرئيسية او المكون الرئيسي لمنتخب مصر وقتها في ستة وثمانية وعشرة بالزبط واي العيب بيطلع في اي نادي هو بياخدوه اه وحاجة كان بتغزني بقى كزمالكوي اسمحلي يعني اقولها كده للاستاذ المشاهدين كان دائما تلاقي اللعيب ايه يقولك يتم التعاقد معه مع نادي الزمالك فتلاقي شهر بحاله الجرائي كلها بتتكلم انه هيمضي مع الزمالك قرب من الزمالك قعد مع بتوع الزمالك بكرة هيمضي مع الزمالك بكرة بقى ييجي تليق اعجب بالمشموندس عدلي الاعي ومزك نشارة الاهلي انت عارف يعني حاجة تغريبة والله صح صح اه طيب حضاك انا عارف ان حضاك مقرب جدا من كهرباء ومروان محسن تمام لا خلاف على ما وغبتهم تمام تمام بس في ايه 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 حكاية كهرباء وايه حكاية مروان محسن والله بالنسبة لكهرباء هو شغل نفسه بحاجات بره الملعب تمام بره الملعب تمام بيشغل نفسه بطير بالنسبة للمروان والله انا شايف ان المروان لازم يغيى يعني موضوع يعني يعني كفاية كده في موضوع النادي الاهلي تمام لازم ياخد فرصة في حتة تانية اكيد اصدق فرصة تحترف خارجي اصدق اه خارجي بقى نادي تاني بقى داخل مصر ما فيش مشكلة حتى لو اعارف تمام ليه اه 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 الجمهور برضو يعني الجمهور ما بيستناش على حد تمام هو خد كذا فرصة تمام يعني ايه في ناس من الجمهور برضو ايه يعني يعني اقفلوا من القصة يعني القصة الفرواد دي برضو خلاص يعني تمام خد فرص كتير والناس مش مستحملة يعني مش مستحملة تستعمل تاني هو حددك برضو حددك انتعارف اللي حيارك ان هو بيجي في ماتشات هامة جدا ويوم راح خطف لك جون وجون صعب اه يعني مش جون سهل يعني الراجل بيقولك انا عندي الموهبة طف في ايه بقى لا هو لا خلاف على موهبته مانا بيقول له حددك لا انا معاك بس هو يعني ايه يعني زي ما بيقوله ايه لازم يطلع بره شوية تمام عشان يكتفوا ضغط النفس شوية بالزبط حتى ليه هو تمام يا فاند ممكن يرجع نفسه اكتر من كده بالزبط بالزبط وطبعا كلا عادة الاهلي اول مالية تقلق يلجعه تاني طبعا ده اساسي يعني طيط طيط طب حددك فاند بالنسبة للتعاقد مع اساسي ايه رأي حددك في الموضوع ده والله طبعا فرجان سيدي ان العيب مهمه والعيب محوري بالنسبة لنادي الزمالك وهيفرق مع نادي الزمالك كتير بس لازم برضو طلبات المادية تنزل شوية عشان برضو انت متخسرش قط اللبس في نادي الزمالك انت لما تدي العيب بخمسين مليون او بستين مليون بالزبط كما كل واحد هيجي يقولك مش معنى بالزبط كل واحد هيجي يجدد هيقولك انا عاوز زي ساسي انا عاوز تلاتين انا عاوز اربعين انا عاوز زمالك هيلحق على الكلام ده كل منين بالزبط يعني هيجيب موارد منين طيب اسألك سؤال برضو يعني ايه معليش رخم شويتين ايه اللي خلى موضوع ساسي يبقى بهذا المبلغ المبلغ فيه ما احترامي العيب جيد وكل حاجة ومحترم لكن الاسعار دي يعني مش منتشرة في السوق المصر يعني بتاع الكورة بس ساسي العيب يعني من طراث فريد يعني في مصر مش موجود في مصر تمام تمام هل ده يكون سبب ان السعر يضرب فوق اوي كده اه والله ده عرض وطلب عرض وطلب عرض وطلب وبعدين اه في حاجة برضو مهمة عاوز اقول لها حقيقة عليها لازم نادي الزمالك يربط نسب الفلوس بنسب البطولات ماينفعش العيب ييجي ياخد اربعين خمسين مليون وماجابش دوري ماجابش بطولة كاس افريكيا ماجابش كاس ماجابش اوي بطولة ماينفعش يجي ياخد خمسين ستين مليون ويمشي لا لا بالزبط يا فندب بص يا فندب حضاك بقى الاهلي حضاك عنده الميزة دي بصراحة الاهلي ان انا عرفه ان حضاك بيد التعقدات بنسب حسب المشاركة مبلغ رئيس اللعيب بياخده مبلغ رئيسي المبالغ اللي بتيجي بعد كده حضاك لأ انت شاركت قد كذا تاخد نسبة كذا قد كده تاخد نسبة كذا متاخدش المية في المية بتعتغل لو حضاك كنت شاركت في كل حاجة معاديش مشكلة تاخد المية في المية وتاخد خمسين مليون بس انت خده معاديش ايه خمسة مليون لبتوض افريقيا خمسة مليون لبتوض الدوري كده النسب طيب حضاك بقى سؤال يختص بك انت شخصيا انت ليه مش شايفك في اعلام ليه مش شايفك في تدريب رغم ان انت مش بجاملك والله بكلمك بأمانة على الهواء انت من الناس القلائل الرياضيين اللي بيعرفوا يتكلموا وبيعرفوا ينقشهم وبيعرفوا يطرحوا وجهات نظر وبيعرفوا يحلل وفي نفس الوقت انت دربت مع مدربين كتير جدا مدريين فنين عالميين او دوليين بمعنى صح حضرتك برضو لا تنقصك الخبرة التدريبية ايه بقى في ايه؟ والله الوسط الرياضي بالنسبة الوسط الرياضي كله علاقات يعني بالنسبة مثلا ان انت تطلع مع حد وتحلل وكده لازم تبقى فيه علاقة بينك وبين مثلا المزيع اللي ماسك الاعداد هناك مثلا لو منتكلم على ايه قناة تانية من غير ذكر اسماء بيبقى فيه يعني كل مزيع ليه ناسهم من الاخر بالنسبة للتدريب بالنسبة للتدريب برضو ان شاء الله ندخل الفترة الجاية بإذن الله طيب ممكن نقول نادي ايه ولا سر لا مش سر ولا حاجة لسه مفيش حاجة جدية بس ان شاء الله قريب يعني هتلاقيني في ان شاء الله بإذن الله طيب اطلب من حضاك وعدة على الهواء بالامان هنكون احنا اول برنامج يعرف ان شاء الله بإذن الله لا ان شاء الله بإذن الله اعتبروا صبت لنا من دوقتي احنا حاجزين مع الكابتن حسين عشان لو ما تدهنش لتخانق معي ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله والحاجة الثالثة حددك المنتخب ينقصه ايه عشان يرجع المنتخب اللي كان بينيم افريقيا من المغرب تمام الوقتي احنا احنا مفتقدين الاحتكاك الدولي يعني انا شايف ان العدد الماتشاط اللي بيقودها كابتن حسام البدري قليلة قليلة جدا انا مستغرب يعني مستغرب ان المدير فني يتعرض عليه ماتشاط ودية وهو يرفض تمام مستغرب من القصة دي جدا لازم اللعيبة دي يعني لازم تحتك يعني اكبر عدد من الماتشاط عشان اقف على تشكيل الكويس اللي انا ابتدي انافس اخش تصفيات افريقيا وتصفيات كاس العالم واسعد بيهم بكاس العالم ونفس على كاس افريقيا تمام ده اللي احنا متعودين على منتخب مصد العمرة بالضبط كده يا فاندل تمام هو ينفع يعني ينفع انا حضرتك لو سألت اي حد دلوقتي محدش يعرف الحداشر اللي هيلعبه دي حقيق كل محدش دي حدداشر ما ينفعش لازم يعني اكتر من الماتشاط الودية لازم كاتل حسين بدري وثبت التشكيل بالضبط كده لما انا اعمل احتكاك هثبت التشكيل هيزهر قدامي احسن حدداشر هاختر منهم انهم يلعبوا التصفيات لكن بالوضع الحال اللي احنا فيه بقى توقع وصلنا الكاس العالم من الاخر يعني دي عاوزة بقى قدرات العيبة طيب سؤال مش عايزة بقى محرج يعني لو محرج بتجاوبنيش اه حسين بدري كامل مع منتخب ولا نجيب مدرب تقيل عالمية والله انت متقدرش تقوله متقدرش تقوله انت تمشيه يعني ما فيش حاجة لسه يعني اصد الاداء باهت الناس كل لها موال اداء باهت انت متعود في مصر ان لما المدرب يطلع منتخب مصر يطلع برا التصفيات حتى خلاص عقدوا خفز تمام بص الناس زاعدانا من النتائج زاعدانا من العرض او من العروب بتاعت الفرق الناس زاعدانا جدا طبعا فدي فدي النقطة تمام طيب حداكتب اخر سؤال هل اللعيب المصري فعلا انا اسف في اللفظ اللي اقوله يعني ما ينفعش يشكمه غير مدرب اجنبي كلام ده صحيح والله يعني يستحسن مدرب اجنبي ولا بيحب ولا بيكره مدرب اجنبي يمشي على سيستم معين ما بيفرقش معاه مين الشخص قدامه يفرق معاه مين اللي يكسبه تمام وصلت لكابتن حسين طبعا انا سعيد بيك جدا وعشان يا جماعة يكون صريح والكابتن حسين اتأخر علي عشان كده قلت لكم في الفقرة الاولى هسيبلوكم الفقرة التانية مفاجئة طبعا بصراحة انا ما كنت اشعافك كابتن حسين هيجيني ولا هيتأخر في السكة ولا ايه بزبط عمدل نورتني يا كابتن وشرفتني وسعيد جدا بجودك معايا النهاردة واتمنى بجد نكون احنا اول يعني برنامج يا عرف ايه النادي اللي حالك همتدرب فيه بإزلاب امر الله انشاء الله بالتوفيق يا كابتن بإزلاب امر الله عزائي مشاهدين شرفتوا بكم النهاردة جميعا شرفتوا بضيف النهاردة كنا معاكم في برنامج شادي والناس ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله على ألف خير شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة